مساء الخير مشاهدينا وحلقة يديدة مع بداية أسبوع يديد نتمنى إن شاء الله إنها تنال على رضاكم وحلقتنا اليوم كالعادة متنوعة ومختلفة وفيها أكثر من موضوع في فقرتنا الأخيرة راح أبدأ من الأخير راح نتكلم عن الإنجاز والنجاح والإبداع الذي لا يعرف المستحيل أو إنسان من ذوي الاحتياجات الخاصة وأيضا راح نعرف شون تلعب الأسرة دور في احتضان هذا الإبن ومساعدته أن يكون جزء من إنجازات هذا البلد وأيضا في مجال الإنجازات الطبية راح يكون معنا ضيف وهو البروفيسور كمال عبدالعزيز الشومر بروفيسور بالأمراض الباطنية والغدد الصماء والسكر وأستاذ دكتور بقسم الباطنية بكلية الطب بجامعة الكويت والحائز على الجائزة العالمية للطبيب الإكلينيكي المتميز بأمراض الغدد الصماء من منظمة الغدد الأمريكية طبعا اليوم يمكن بدايتنا نبينتكلم عن المرأة الكويتية وإنجازاتها أعتقد يمكن هذا الموضوع خذ حقه وزيادة من تصليق الطباء عليه وإحنا بالبرنامج يمكن أكثر من مرة ركزنا على تمكين النساء وهذا الجانب اللي حاليا نشوفه نشيط لكن على الرغم من أننا كنساء نشعر فعلا بالجهود المبذولة هنا وهناك إلا أن هذا أمر لازم نعترف فيه أنه هناك تراجع في جوانب كثيرة تخص المرأة إلى درجة اتهام جمعيات النفع العام النسائية بأنها تتحمل جزء من هذا التراجع حول هذا الموضوع معي في الستوديو عضو الجمعية النسائية الأستاذة فايزة العوضي حياة شاء الله استاذ معنا أهلا وسهلا مشكورين على الاستضافة حياة شاء الله وسمعتي مقدمتي هل تتفقين أن هناك تراجع في أداء دور المرأة هو التراجع في أي مجال يعني المرأة دخلت في مجالات كثيرة لما نقول تراجع في جميع المجالات هذا ما ينصف المرأة بأي شكل من الأشكال فلازم نحدد وين تراجعت وين هي متقدمة وزالة تسأدي عملها كما يجب لكن لو تكلمنا يمكن أغلب الجانب المسلط عليه أو المتهم المرأة فيه هو الجانب السياسي خصوصا مع بعض الانتخابات الأخيرة وحصول امرأة واحدة فقط وهي طبعا النائب صفاء الهاشم على كرسي في مجلس الأمة هل من خلال خبرتك في الجمعية النسائية وتحليلتك العامة شايفة أن هناك فعلا عدم ثقة المرأة بالمرأة الموضوع صراحة لا علاقة بأي عدم الثقة في المرأة لأننا نعرف كثير من النساء متقدمات في عملهم وإنجازاتهم سواء على مستوى بيتهم أو على مستوى أعمالهم متميزين أسوة بالرجل الكويتي بل قد تفوقه في بعض الأحيان ويمكن كثير ما يدني على كلمة تفوقه في بعض الأحيان بس أنا هذا اللي أرى أنت وين شايفة هذا التفوق التفوق مثلا خلينا نشوف إنجازاتها في المجال العلمي نعم في نسبة الطالبات إلى الطلبة في الجامعة والمخرجات المتفوقين خنقول مو بس المتفوقين نسبة مخرجات الجامعة نعم النساء أكثر من الرجال بس يمكن لأن أساسا عدد النساء أكثر من الرجال لا مو بالنسبة بالمجتمع بشكل عام بس مو بنسبة وجودهم بالجامعة نعم فهمت يعني قد يكون نسبة العدد على مستوى الكويتي يعني نسبة الحريم أكثر بس بالنسبة للمتعلمين نعم الفرق الكبير أكبر بكثير من نسبة عددهم بين ذكروا النساء في المجتمع لكن هناك تفوق كثير للمرأة تشوفين مثلا محصلات التعليم بين الطالبات أكثر بكثير يعني تشوفين مثلا نسبة القبول في الجامعات يقبلون مثلا من الطالبة أنها تكون مثلا خاصة في المجالات العلمية نعم إنها ما يقل معدلها عن بين 80 إلى 90 بالنمية بينما الطالب يقبلونها بمعدل أقل لأن تحصيلها أقل ويبون نسبة من الذكور في المجالات فيعطونهم فرصة أكثر صحيح المعلومات طبعا بس هذا أيضا مو في صالح المرأة المفروض يساوونهم في هذه المعلومات ومع هذا يتسرب كثير من الطلبة وتبقى المرأة دائما في المجال على المهم يعني بالنسبة للتعليم المرأة متفوقة وأثبتت وجودها في الحمل بكثير من المجالات نعم بس المرأة دائما مظلومة بأنها ما تصل إلى مستوى القرار الوظائف التي فيها قرار ما توصلها بنسبة وصول الرجل صحيح وأعتقد هذه مشكلة عالمية يمكن تكون مشكلة عالمية بس لا مو مثل نسبتنا يعني إحنا المفروض بالكويت المرأة متقدمة من قبل أي دولة خليجية ما بيقارنها بالدول العربية خلينا بالدول الخليجية نعم كانت الكويت من أوائل الدول الخليجية المتقدمة في التعليم ومخرجات التعليم للمرأة أكثر بكثير من قصد المتعلمات النساء الجامعيات أكثر بكثير من الرجال بس مع هذا لما أي مستوى تعيين في المجالات لها على مستوى القرار مثل وكيل وزارة ووزير تلاقيين دائما يختارون الرجل لأن الرجل دائما هو في الدواوين مع الناس المقربين اللي يتخذون القرار والاختيار على أساس قد يكون مستوى اجتماعي مستوى اقتصادي فدائما يختارون الرجل قبل المرأة فهذا أيضا عدم انصاف للمرأة ونوع من التمييز أنا أعتبره بالنسبة للوضع هذا وهذا غير جيد في أي مجتمع من المجتمعات أنت مع تمكين المرأة في الأماكن القيادية؟ طبعا إذا أثبتت وجودها في خلال عملها لأي مدى يعني فعلا ممكن تصير رئيسة مجلس وزارة مثلا طبعا ولو نحن يعني ما عندنا هذا المنصب وهني طبعا النظام بالكويت ما يسمح يعني محتم وعي رجل يروح وصلت وزيرة وين ممكن توصل أكثر بالكويت؟ طيب على مستوى مثلا وكلاء الوزارات وزيرة أعلى الوزيرة أوكي هذا قرار سياسي تختار الحكومة وتحط مثلا وزيرة بس بالنسبة لتطور العمل إذا كانت أخينا نقول مثلا دكتورة في وزارة الصحة نعم وخذت بعض المجالات الإدارية هل وصلت إلى وكل وزارة؟ إلى الآن ما في وكلة وزارة؟ ما في ولا وكلة على حد علمي أنا ما في في معظم المؤسسات الدولة نقطان عفونا لب هل هي وكلة وزارة؟ يأخذون إدارة إدارة قسم مدير إدارة يوصلون نعم بس مستوى القرار يعني المستوى أعلى يعني في سيلينج يعني في سقف زجاجي تشوفه بس ما توصله بفي استثناءات بسيطة محدودة بس مستوى عدد المتعلمين من النساء والمتقدمين في عملهم جميل يمكن تكلمنا قبل شوي عن الوضع السياسي بالكويت ومجلس الأمة أول ما تم أعطاء الحق للمرأة بالتصويت وصلوا أربع نساء وكان حدث تكلم فيه العالم كله نعم على مستوى العالم نعم وبعد سنوات تم وصول امرأة واحدة فقط شون تقرين هذا الوضع؟ طبعا هذا أنت إحنا كفاحنا كان في الجمعين الثقافية الاجتماعية النسائية أننا المرأة تحصل على حقها السياسي وهذا حق إنساني أن المرأة يجب أن تتساوى بالرجل في هذا المجال وأخيرا بعد كفاح طويل من 75 إلى 2005 يالحصلت المرأة على هذا الحق فشوف المعانات وكثر الأعمال التي قامت فيها المرأة عشان توصل لهذا الحق المهم أن أثبتوا وجودهم يعني اللي رشحوا نفسهم في هذه الفترة كانوا ناس مقرعين اقتنع فيهم الرجل والمرأة وتم انتخابهم بس بعدين تراجعت المرأة إيه هي نفسها يعني إحنا ما نقدر نحكم المرأة نقولها قصب روحي رشحي نفسك يعني هذه الوحدة كل وحدة لها قرارها الخاص في ترشيح نفسها نعم إذا كانت متمكنة واللي رشحوا نفسهم ما عندهم الإمكانيات يعني قد تكون إمكانياتهم متواضحة يعني ما رح تلاقي لأن خاصة المرأة المرأة غير الرجل الرجل عنده مجاميع يعني إما القبيلة تنتخبهم أو التيار معين سواء كانت تيار ديني تيار سياسي ينتخبهم بس المرأة ما هي ضمن هذه التيارات فلذلك ليش الجميع الزقافية ما تكون تيار لدعم المرأة أول شيء إحنا ما إحنا تيار لأن إحنا مختلفين أيضا في الجمعية نعم هذه جمعية نفعان أكثر كدعم أستاذة فايزا كدعم 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 ولا يمكن أن الجمعية تدعم أي مرأة أو رجل نعم لأن هذا مو شغل الجمعية لأن إحنا ليس حزب جميل هذه الناس اللي تدعم إحنا تصجي بالكويت ما عندنا أحزاب بس فيه تيارات وأحزاب خفية يعني الكل يعرف هالشيء هذا بس إحنا كجمعية نفعام إحنا كل واحدة لها تجاه معين بس إحنا كلنا نعمل أعمال تطوعية حتى تعزز دور المرأة في مجتمعها هذا هدف وتساعد المرأة وتمكين المرأة في عدة مجالات يعني ليس فقط في المجال السياسي هناك كثير من المجالات اللي عملت فيها الجمعية مثل موضوع دخول المرأة للقضاء نعم لا تلاقيين الخليج عنده قضاءات اللي هم خرجينهم أكثرهم تخرجوا من الجامعات الكويتية من الجامعة الكويتية ووصلوا إلى قضاءات وإحنا اللي الحين ما في ولا الآن إن شاء الله في طور أن أهيات توصلوا قاعدين يأهلونهم بس يعني متأخرين إحنا عن الركب يعني الخليج سبقنا وإحنا اللي ما الحين مع أننا كنا الأوائل إحنا كنا في الريادة يعني ما المفروض إحنا نكافح أصلا هالكفاح عشان نوصل المرأة قاضية جميل إحنا طبعا أكيد ندرينا جمعيات النفع العام ليس لها دخل في الشؤون السياسية لكن هي الثقافة استاذة فايزة هي تمكين المرأة عن طريق نشر الثقافة لثقة المرأة بالمرأة عموما إحنا نطلع فاصلهم كاملين بعد كاملة حواري النسائي مع الأستاذة فايزة العوضي عضو الجمعية النسائية استاذة فايزة خلنتكلم شوي عن الجمعية النسائية الثقافية أنت وين شايفة دور هذه الجمعية لأي مدى هي مؤسرة في الواقع الجمعية منذ بداياتها من عام 63 بعد تخرج مجموعة من نساء الكويت في ذاك الوقت من جامعات أجنبية وعربية كثيرة ورأوا هذه الأعمال للجمعيات التطوعية في البلدان التي تخرجوا منها حبوا أن يكونونهم أيضا جمعياتهم وكانت الكويت في بداياتها أيضا كقوانين لدى الدولة أنها تشجع القطاع المدني في النهضة بالمجتمع مع الحكومة جنبا إلى جنب فكانت نشأة هذه الجمعية من مجموعة من نساء الكويت التي تخرجوا في هذه الفترة نذكر منهم؟ منه كان مؤسسة؟ أذكر دلال المشعان لولو القطامي غني ملقى ربلي عدد كبير كان طيبة الخالد أذكر مجموعة كبيرة كانت لطيف الرجيب الله يرحم بعضهم بس يعني المجموعة كانت مجموعة متميزة ومتعلمة وعندها وعي وفكر ناضج في هذه الفترة يعني في بدايات نشأة الكويت فقامت الجمعية تشوف شنه حاجة المرأة في هذا الوقت في البداية طبعا كانت محول أمية وكانت حاجة التعليم حقيقة حسب الحاجة طورت الجمعية حسب حاجة المرأة في هذا الوقت كان محول أمية كانت من المواضع بالدرجة الأولى موضوع نظافة الشوارع كان من اختصاف دور الجمعية دور الجمعية قام شجعها والأهالي في تنظيف الشوارع ووضع قمامات أمام المنازل واقتراح كثير من الأمور عشان تكون الكويت دولة نظيفة أيضا الحضانات كانت الجمعية أول من أول حضانة عشان تخلي الأم يعني تشجع تروح تعمل وتخلي ابنها في الحضانة أو تشتغل سوت أول حضانة في الكويت اللي سمها حضانة البستان بس مع الوقت كل ما طلع شيء بالكويت وحسينا أنه ما في حاجة أن الجمعية تستمر في هذا الشيء وتوقفه خاصة مثلا الحضانات الآن الكويت مليانة حضانات فشفنا ما في داعي لهذه الحضانة لا هو جميل نتحط اللي بيننا الأولى وبعدها المجتمع يأخذ وضعها نفس الشيء ومحول أمية يعني في البداية تقريبا الحين ساعدت الوزارة في كثير من الدروس الصباحية بالذات لأن كانت المحول الأمية في المساء يقدمونها الدولة تقدمها الدولة في المساء فكانت في الجمعية يعطون دروس صباحية حي كثير من النساء اللي ما يقدرون يحضرون في المساء وبعدها أيضا وقفتها لأن انتشرت الدروس المسائية في الكويت وحصلت المرأة خاصة غير متعلمة وبعدها أصبحت تعليم إلزامي فأصبحت المرأة متعلمة أساسا يعني بدأت تأخذ من صغرها تدخل في المناهج التعليمية فتطورت أعمال الجمعية إلى أن أصبحت الآن يعني كما لو كانت أكثر من وزارة داخل الجمعية من تنوع المواضيع اللي فيها فعندنا البرنامج الصحي وعندنا البرنامج الاجتماعي وعندنا البرنامج الثقافي برنامج مشروع ورقتي وعندنا الحضانات والزكاة مشروع ورقتي هذا المشروع سويت الجمعية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومولت في البداية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قام البرنامج على جمع أميع القوانين التي تتعلق في المرأة لتنوير المرأة وتوضيح حقوقها وواجباتها من ضمن هذه القوانين فجمعتهم في مجموعة من الكتيبات قوانين اجتماعية اقتصادية في كل الأمور كل الأمور التي تهم المرأة والآن وضعتها على أساس أنه بالتعاون مع مجموعة من المحاميات الكويتيات اللي هم عضوات أيضا في الجمعية لتهيئة المرأة في معرفة قوانينها وعملوا يعني أطلقوا البرنامج للجميع على أساس الكل يعرف وأي واحد يدخل عن طريق النت يقدر يعرف أي شيء من هذه القوانين واللواح وغير الكتيبات في البداية بدأنا كتيبات وبعدين أصبحت على أنت فيها كل المعلومات والآن عندنا برنامج أنه في جاوبون أي وحدة تتصل بالجمعية فهناك محامية مختصة محاميات دم تدريبهم للعمل على إجابة أي سيدة تحتاج أنها تعرف عن وضعها مثلا قانونيا في أي مجال من المجالات نعم حلو مجال جميل هذه خدمة رائعة هذا مشروع ورقتي أستاذ فايزة أنت يمكن اللي أنا قاعد شوفها اجتخلتي الجمعية الثقافية النسائية من عام 1994 نعم يعني أنا قاعد لاحظ 1994 كان تقريبا بعد التحرير بسنوات في ذيك الفترة شنو كان أهم دور تكون في الجمعية بعد هذه المحنة الكبيرة نعم نعم في البدايات أو بعد التحرير تقريبا يعني كان فيه كثير من البرامج اللي هي أول شيء قضية الأسرة نعم كانت كثير دائما يعني نحاول قدر الإمكان أننا نساعد الأهالي في تخطي هذه المحنة خاصة أن كثير منهم فقدوا كثير من أهاليهم نعم هذا أحد المواضيع كانت الجمعية أيضا مكان لملتقى كثير من الناس اللي ما لهم كان يلتقون فيه مثلا بعض الناس اللي مثلا يوم من العراق وعندهم بعض المشاكل يعني حل المشاكل هذه ناس مثلا ما عندهم مكان مقر هيئنا لهم بعض المقار عشان يشتغلون فيها يعني حاولنا قدر الإمكان بأن أن الجمعية تكون ملتقى لكل واحد عنده مشكلة بيحلها بعد الغزو لكن بعدين تطورت كثير من الأعمال يعني اللي هي تخص المرأة بالدرجة الأولى وأكثرها أهمية المواطنة المتزوجة من غير مواطن كويتي هذه لها معاناة كبيرة هذه قضية لا زالت قضية خاصة أن بعضهم مثلا كانوا متزوجين من دول الضد فصار تفرقة بين الزوج والزوجة الأم مع أبنائها في الكويت وهو خارج الكويت نعم فكانت المرأة في محنة يعني يعني أنها تترك بلدها يعني أنها تطلق زوجها عشان أولادها يأخذون بعض الحقوق يعني كانت أيضا على حسابها وحساب معاناتها عشان أولادها يأخذون حقوق فكثير كان فيه هضم لحقوق هذه المرأة والآن لدينا حملة إنصاف للمرأة الكويتية أو المواطنة نعم المتزوجة من غير مواطن من غير كويت فهذه الحملة تحاول تساعدها وتحاول يعني تفعل القوانين الموجودة بالكويت في صالح المرأة نعم وصالح الأبناء وين وصل الموضوع الموضوع لا زال طبعا خاصة بالنسبة لموضوع الجنسية طرحنا كذا مرة بعض المحاضرات اللي هي مثلا تقول جنسيتي لي ولأبنائي يعني على أساس أن المرأة الكويتية المفروض تقضي جنسيتها لأبنائها مساوى حالها حال رجل يعني حين الرجل إذا أخذ امرأة غير كويتية رأسا الأبناء يأخذون طبعا يتبعون الأب ويأخذون بينما الأم ما تقدر يعني حتى تسوي إقامة دائمة لابنها أو عيالها هناك مطالبة بإقامة دائمة كبديل يعني على القليلة الآن يعني الجنسية طبعا موضوع سيادي مو كل واحد يقدر يتدخل فيه إنما على القليلة يعني الولد مثلا لما يوصل عمره 21 سنة يجب أن يغادر وين يروح بهالعمر يمكن يكون ومتخرج يمكن يكون ما عنده عمل إما أنه يرجع على أي شركة من الشركات علشان يصير عندها إقامة أو أنه صعب أنه أم تسوي إقامة يعني كل هذه كانت تدرس ونحاول قدر الإمكان أن نساعد المرأة أكيد أستاذة فايزة أهم نشاط قاعد قومون فيه حاليا الجمعية ونقول مركزة عليه حاليا المرأة الكويتية شنو محتاجة؟ طبعا نحن الحق السياسي أخذناه واستتبع الأمر وغدا هي الذكرى نحاول نحاول تمكين المرأة لأن نحن في البداية بعد ما أخذت الحق السياسي فعلا نسوينا دورة تدريبية في كيفية إدارة الحملات الانتخابية نعم الآن يعني المرأة يجب أن تساعد نفسها بنفسها بعد هذه المرأة لماذا لا تفعل دورة في كيفية اختيار المرشح المثالي؟ لأن أنا أعتقد هناك لوم على المرأة بأن لها تبعية صارت تسأل مثلا تقول حق زوجها أو أبوها أو أخوها من أعطي ما عندها ذيك الثقافة التي تمكنها من اختيار المرشح حاضرة اجتفضلت قلتي ما عندها ثقافة هو كثير من الناس يعني ترى الثقافة بين المرأة والرجل نفس الشيء لازم لا نفرق بس نحن دائما نركز على المرأة ما عندها ثقافة لأنها أقل تاريخها بالمجال أقل من الرجل يعني الرجل يمارس حق السياسي من سنوات بس دائما المرأة يعني الواعية ما تخلي أنه هل هيتحكمون فيها ولا نتخبي فلان وعلان بس نحن هذا موضوع مثل ما قلت لك من الأول موضوع القبيلة وموضوع الحزب السياسي والتيار السياسي أو الديني هذا هي اللي قاعدة المرأة تنجرف فيه فالمرأة يجب أنها هي متعلمة وما عندها أي شيء يمنعها من أنها تدرس أو تدخل على النات وتعرف هل مرشح هذا شنو برنامج الانتخاب وممكن تسأل وإيه بعدين تقرر يعني هذا مجهود من المرأة والرجل بس الرجل ما قاعد ينسلط الضوء عليهم مثلينهم ترتاح هذا الرجل ما يعرف ينتخب مو بس المرأة المرأة والرجل يجب أنهم يدرسون المرشح عشان هل هذا يرشحهم بشكل جيد يمثلهم بشكل جيد أو ما يمثلهم نعم كل شكر لتش أستاذة فايزة العواضي عضو الجمعية النسائية تمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق والمزيد من العطاء لهذا البلد شكرا لتش شكرا على الاستضافة وأنا سعيدة بوجودي معكم نعم أسعد شكرا أستاذة ومشاهدينا نطلع فاصل وبعد إن شاء الله مكملين مع غيف آخر